يعطيكم العافية كيف حالكم ان شاء الله بخير ان شاء الله مبسوطين اليوم في عندنا مشكلة وقبل هاد المشكلة ان شاء الله تكونوا دعتونا وان شاء الله تكونوا قطعتوا المنتجات اللي حكينا عنها والفيديو اللي حطيتوا فيه اول تعليق في الفيديو السابق اليوم بدنا نتكلم عن مشكلة وهذه المشكلة اذا انت صارت عندك او اي واحد صارت عنده مباشرة جهازك هيروح وممكن تفقد مش ممكن هذا اكيد انك تفقد كل البيانات ويتفرمت جهازك ويقعد يضو ويطف زي ابو لطفي وتصير تقول الحقونا وانا جيت من باب النصيحة والنصيحة من الدين انه انصحك اوعك تجع في هذا الغلط اوعك تجع في هذه المشكلة اذا وجعت في هذه المشكلة صار عندك جهازك خلص راح جهازك راح تبياناتك راح تمعلوماتك ولا هتقدر تسترجع منها ولا حتى ابرة كيف يعني اليوم في عنا تحديث جديد وصل لهواتف شاومي وتحديث المكون اضافي جديد وصل طالعا معي هانا خلينا نجي هذا الجهاز نشوفه في عنا مكون اضافي اسمه او رقمه الهايبر طبعا واس هذا المكون اضافي اسمه MIUI System UI plugin تمام 15.0.1.32 هذا الان انا لو نزلته على الجهاز اللي انت موجود معاي جهاز هيصير يضو يطفي هتفرمت جهازك جهازك هيصير لعبة بعد ما يصير لعبة بياناتك كلها تروح وبعدين تمسك جهازك تروح تحط بيانات مجديد تحط معلومات مجديد يعني انت اليوم اصير في ورطة فانا جيت انصحك نصيحة اوعى تنزل هذا التحديث يعني الان انا نزلته على جهاز سابق بس ما صورته عمل مشكلة وفرمت كل جهاز وراحت كل الدنيا يعني تيجي زي هيك وهي اسمه مكون اضافي يعني انا لما نزلته ما توقعت ايش اللي صار صار الجهاز يعمل عمل وخلص راح اتفرمت وانا الجهاز لانه وضل يعمل يعني جيت لعمل التحديث مش عارف الله يصطر هنا ان شاء الله طبعا اه هاد المشكلة ممكن ما تتعممش ولكن انت الان هاي شفت شفت او ما شفتش شو صار في الجهاز جهاز طفا ملاحظ لاحظت ايش صار معك نزلت التحديث خمستاش فاصل سفر فاصل واحد فاصل اتنين وتلاتين هاي الجهاز طفا طب شو نعمل شو نسوي هاي الجهاز طفا طلع الجهاز طبعا ملاحظ الجهاز الصار فيه انتم ملاحظين ايش قاعد بصير في الجهاز امام عينك يعني مشكلة امام عينك رغم ان انا قلت بديش اعمل لان رجعتين انفرمت الجهاز طلعوا الجهاز يعني هو الجهاز اللي الان عملته ما فيش فيه معلومات مهمة انا اخترت هذا الجهاز لانه مش حاط فيه كل المعلومات يعني لو فرمتنا اه يعني مش هنخسر معلومات طيب كيف نحل هاد المشكلة يعني طلع انتم لاحظ انه مش قدرين احنا ندخل على الجهاز الجهاز اي هو عامل الشاشة دائما شغالة اه ولكن ولكن ما بقدر ادخل على الجهاز تضغط يعني انت بس شايف شاشة دائما طيب الجهاز قاعد بلف قاعد بتحرك الان الحل انك انت ممكن تعمله فرمت عن طريق الازرار الخارجية من الداخل اذا ما قدرتش تدخل تعمل من الازرار الخارجية طلع الجهاز الان هي هو كتب شاومي وديروا بالكم يعني انا هذا الفيديو بكلف كتير كلفني جهاز وهي كمان جهاز هداك الجهاز فيه معلومات مهم مراحق وهي هذا الجهاز الدليل قدامك والعملية الجراحية صارت امامك خلينا نشغل الجهاز نشوف يسير معي الان تمام نلاحظين انه خلص الجهاز هي يعمل زيك هي قد يجي لوغو شاومي ويطفل فالورطة هادي الحل تباحة فقط حل واحد ما بتقدر تطلق تستاني زيك على الفاضي هيضلوا يعمل زيك وتخلص البطارية هنيجي نعم لحاله هو سبحان الله دخلنا على هذا الوضع هو لحاله طلع دخلك لو ما دخلك على هذا الوضع زر البور مع زر آآ رفع الصوت هيداخدك على هذا المكان بعد ما تدخل على هذا المكان طبعا ما بتقدر تتحرك او تتحكم بالتطش او اللمس هنجيجي على ويب داتا هندغط على البور بعدين طبعا الاخترع الجوال او الاخترع النظام هذا هو عارف الامور هدي يعني مش هتقدر تدخل في الداخل طبعا لو لو تروح لصاحب محل تعمل هذا الكلام هيدفعك مبلغ هزبطك على اخر فوق انك تروح بياناتك وهتخسر مصاري هنيجي الان انا بحرك في رفع الصوت وخفض الصوت اوكي هندغط على البور اوكي الان هفقت بياناتي وخلص الجهاز بقعد كان يضوي يطفي زي ابو لطفي فنيجي الان واحد اتنين تلات تلات ضغطات الجهاز هيرجع كما ولدته امه هيرجع جديد هيرجع اه فيش في ولا اي حاجة ولكن هيرجع جهاز انه تفرمت كأنك فرمتت جهازك ولكن راحت بياناتك يا صابر وهذا ما كان لدينا التحديس اللي شفته امامك ما تنزله ما تنزله ما تنزله ما تنزله رقم هذا التحديس خمستعش فاصل سفر فاصل واحد فاصل اتنين وتلاتين فاصل سفر الشو هذا هذا اللي هو سيستم ما هيه سيستم يو اي بلوجن يعني المكون الاضافي اوعك تجع في الغلط اي جهاز تفرمت هاي بيبدأ عمل تشغيل وهذا ما كان لدينا نلتقي ان شاء الله على خير وسلام دعواتكم انه في غزة ربنا ان شاء الله يطولنا ورحمته وتخلص هذه الغمة على خير نلتقي ان شاء الله في فيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام